السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد VivoY77 من أحد أفضل أجهزة الفئة الاقتصادية لسنة 2022 سنتعرف على محتوية العلبة والسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الأعجاب نقرأ على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورة التكنولوجية أولا بأول فيديو المواصفات الكاملة للY77 موجود على القناة في هذا الفيديو سنركز فقط على محتوية العلبة والسعر الذي ينزل به الجهاز ومع فتح العلبة أول ما نجده هو الهاتف هذا هو ال VVY77 اسمي ممتاز جدا مع هذا الظهر الذي يأتينا مطفي مع لمعة عند تحريكه في اتجاه الضوء فعلا شكل الجهاز بريميوم للغاية ولا يوحي أنه جهاز من الفئة الاقتصادية بالنسبة لبقية محتويات العلبة نجد هنا كوفر بلاستيك شفيف لحماية الجهاز نجد أيضا شاحن صاروخي بسرعة ثمن ونوات وهو الشيء المميز والغاية في الروعة يعني نجد شاحن في العلبة وبهذه السرعة فعلا هذا يحسب لشركة VIVO ولل Y77 بالتحديد نجد كيفل شاحن أكيد يأتينا من نوع USB Type-C والإيجيكشن بين هذه هي كل محتويات علبة الفيفو Y77 فعلا جهاز هنا يستحق التقدير تأكد أن تشاهد فيديو المواصفات الكيميلاء لهذا الجهاز أما بالنسبة للسعر الرسمي الذي ينزل به VIVO Y77 هو بداية من 190 يورو ما يعادل 199 دولار السعر ممتاز جدا على هذه المواصفات إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختم هذا الفيديو أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفعتموا عن الفيديو أعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا